حج الجنزي والد فاروق يا مراحب يا مراحب بولدي الغالي كيفك يا ابني وكيف أحوالك الحمد لله في نعمة يا حج وإنت إزايك والحجة فينها جليلة تدخل عليهم وتقوله أنا هنا هو عادي يا ولدي توحشت إيه أمك مش توحشتك ولا بنت البندر خلاص أخدتك مننا ليلة أم نورمة في سرها هنبدأ بقى الست دي مفيش حاجة بتهدها نورمة سمعتها وضحكت وهي بتقولها وطي صوتك علشان لو سمعتنا هيتعامل مننا كفتة جليلة تبص لنورمة وتقولها إيه يا بتي يا نورة تعالي حبي على يدي ولا أنت خلاص ما تعرفش في الأصول كيف أمك باجتي خلاص شبه بنتة البندر بس لا أنت بنت كبير علة الجندي لازم تعرفي عوايدها مليح إما لها تقعد هناك كيف نورمة بتحدي أولاً اسمي نورمة يا جدة مش نورة وأنا إيه اللي هيقعدني هنا من أصله أنا جاي يزيارة كام يوم ومروحة جليلة قالبت عينيها بشر من منظرها نورمة رعبة جليلة تقول لها بشر أولاً اسمك ماصخ ما عرفش إيه عاجب أبوك في اسمي ملوش معنى إيه نورمة ديه عاد لكن نورة ليه معنى وتعالي هنا يعني تعاودي كيف مين جال عاد فيه إيه يا فاروق هو أنت ما فهمتش بتك هي هنا ليه عاد فاروق بلاجلاجة لأ يا أمي لسه قلت بس تيجي ونقض كلنا معاها علشان تفهم نورمة بتوتر هو إيه اللي عاوزني أفهمه حد يرد علي أنا هنا ليه ونورمة بنفس التوتر تقولي والدتها فيه إيه يا ماما ممكن تفهميني ليلة تقول لها بزهول أنا زي زيك يا بنتي أول مرة أسمع الكلام ده وتتلفت ليلة لفاروق وهي بتقوله ما تفهمنا يا فاروق فيه إيه الحج جندي يقول لهم اقعودوا عاد علشان تفهموا دلوقت يا بنتي إحنا هنا كبارات البلد كان زمان علينا طار مع عيلة كبيرة حدانة وهي عيلة العزاوية ولد من عندنا طخ ولد من العزاوية ويجع في ساعتها مات فلازم ولا بد الطار ده بيطرد ولا تبقى عيبة في حجنا لازم الطار ده حدانة فعملوا مجلس فيه كل كبارات البلد واتفهجوا إن هم هيبدلوا الطار بنسب يعني هم ياخدوا من حدانة عروسة ويدونا حفيد علشان ده اللي هيوجف الدم بين العلتين نورما باستغرب برضو مش فاهمة وأنا ميليو ما الكل ده جليلة بشدة أبا يا عاد ما انت العروس اللي هتروحي حدى العزاوية عاد نورما ما تحسش بنفسها وترد بعصبية انتم بتخرفوا بتقولوا إيه عروس مين وطار إيه وحفيد مين ما يولعوا العزاوية أنا ما لتجاوز واحد معرفوش ليه أفهم لا أبا أنا مش كابش فادة هتضحوا بيه وانا أقول أمين وفجأة لعت ألم نزل على وشها من أبوها والكل أم وقف نورما بصدمة ودموحها نزلة بابا انت عمرك ما مديت إيدك علي لما تتجاوز حدود الأدب يبقى عاوزة تتربي من أول وجديد لما أقول إني مش عاوزة تتجاوز يبقى بتعدى حدود الأدب وتقوم نورما تقف بعصبية وهي بتقول له أنا بنت مش متربية ومش هتجوز ليلى اهدي بس يا نورما نورما بعصبية ما حدش يقول لهدي لما تسرقوا عمري ومستقبلي يبقى لازم واقف واقول لأ دي حياتي وانا اللي هعيشها ما حدش هيعيش مكاني جليلة بحدة بيت جليلة الرباية صح احنا هنا حدانة البت ملهاش تقول عاوزة ومش عاوزة اهنيه البنتة تقول حضر وبس ليلى بعصبية أنا ماسمحش الحج يقول على بنت جليلة الرباية أنا مربيها كويس فاروق بتكشيرة ليلى ما تفتحيش بقك بكلمة قعودي سكت ليلى وهي بتحتد على فاروق في ايه يا فاروق جايبنا بالعافية وحطتنا قدام الأمر الواقع ومش عاوزنا نعترض انت عجيب الحج جينجي بحزن خلصت كلام أنا قلت اللي عندي واخر الاسبوع هنعجد على بنتك يا فاروق عجلها علشان ما بحبش دلع البنتة ما تركبناش العار عاد فاروق لا عاش ولا كان اللي يركب أبويا العار انت كابرنا واللي هتقول عليه ماشي نورما بعصبية هو إيه اللي ماشي انت بتقرروا بنقا عني ليه أنا بقرة ولا جاموسة في الزريبة عندكو أنا بني آدم من لحم ودم ومش هتجوز لو انطبقت السماء على الأرض جليلة بقلبة عين اجفالي خاشمك باجة بنت جليلة الرباية ولسه نورما هترد فاروق يقطيحها ويقول لها انت شاكلك مش عايزة تيجي بالأدب تعالي معايا ويطلع بيها على السلالم ونورما تقول له بابا انت بتعمل ايه انت ساحبني كده ليه حبابي واخواتي في كل مكان وحشتوني قوي لو لسه مكملين معايا لحد دلوقتي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة ما حبكم قوي طلع بيها على فوق وزقها هو بيقول لها بزيق اديني تليفونك هاتي اخلاصي نورما وهي مصدومة ودموحها مغرقة وشها بابا انت عارف انت بتعمل ايه فاروق وعنيه حمراء وبالطق شرار ولهجته قلبت على سعيدي انت هتعلميني ولا ايه يا بيت ليلة عمالين نفهمك ونجولك ما ينفعش لازم تتهببي وتتجوزي وباردو مش عاوزة تفهمي يبقى اللي ما حصلش برضاكي يحصل غصبا عنيك وزق نورما في القوضة وقفل عليها بالمفتيح وفاروق بصوت عالي يقول لي ليلة ليلة الباب ده ما يتفتحش غير يوم كاتب الكتاب انت اللي قدامي وهتتحاسبي على كده فاهمة ولا مش فاهمة ليلة بزر فاهمة فاهمة يا اخويا بس ايه ده انت انا هبلي ما شفتك كده كل حاجة وليها حل فاروق بتحدي انا مش عاوز رغي كتير اللي هجول عليها يمشي وما فيش نقاش ولا تفاهم قضي يا الامر ليلة بمشاعر متنقضة بين خوف واستغراب فاروق بس انت عمرك ما كنت بتعملنا كده كل حاجة كانت بالنقاش بيننا فيه ايه فاروق بزعيق وهو بيمسك ايديها جامد فيه بحر دم هيتفتح علينا لو الجوازة دي ما تمتش فيه ان الليلتين هيخلصوا على بعض افهموا بقى افهموا ليلة بقلق ودموحها نسل على خدها وانت ملاقيتش غير بنتي علشان تضحي بها يا فاروق احنا ما عندناش غير فاروق يرجع يمسك ايديها تاني وبجبروت ليلة مش عاوز كلام كتير وتفضلي يلا ننزل تحت دمان الكل مستني على الصفرة تحت يلا قدامي نزلت ليلة مغلوبة على امرها ولا بأيديها حاجة وقلبها بيتقطع على بنتها وفي صرايا العزاوي اكمل يقول لابوه برضو مصممين على الجوازة دي انا مش عارف انتو ملاقيتوش حال غير انك جوز شاهين والد اكمل يقول له وبعدها لك عادي يا ولدي خلصنا باجا كتب الكتاب يوم الخميس مش عاوز حديث ملوش عازة بس يا بوي انا لا شفتها ولا عرفها هتجوزها ازاي بس بقرة تكون حداك وتشوفها كيف ما انت رايد بس خلصنا باجا من مشكلة الطار انا مش هستحمل حد منكم يروح مني حاضر يا بوي اللي تشوفه يريح جلبك زي ما ريحت جلبي يا ولدي وشد حيلك انا رايد حفيد بسرعة علشان هو اللي هيمنع الدم اكمل وشه قلب وهو بيقول له دي باجا بتاعت ربنا يا بوي كله على الله يا ولدي وفي صباح يوم الخميس الكل في صرايا الجنج بيشتغل على قدم وصاق وفي غرفة نورمة ليلة تقول لها خلاص بقى يا نونو علشان خطر مامو ده بقى امر وقع يا حبابشي لازم تتقبل ما هو ابوكي برضو مش هيقدر يكسر كلمة جد نورمة بقهرة من امها ماما لو سمحتي مش انتم خلاص بعتوني مش عاوز حد يتكلم معايا حاضر هتجوز زي ما انتوا عاوزين بس اول لما هطلع من هنا انسوا اني لكم بنت اسمها نورمة اعتبروني موت ليلة بخضة ليه بس كده يا بنتي ليه بتقولي كده انت عيني من جوه حرام عليك انت مش عارفة انا كمان بتعزب ازاي نورمة تقول لها وهي بتصخر من كلامها اعزاب ايه اللي بتتكلمي عنه اعزاب ايه اللي يخليك تكوني سجانة على باب القضى بتاعتي اعزاب ايه اللي يخليك ترميني الواحد انا لا اعرف شكله ولا اسمه خلاص بقى يا نورمة ما تزودهاش علي ويكون ضميرك واجعك من ناحيتي لسمح الله لأ رياحي ضميرك على الاخر يا حجة ليلة ايه حجة دي انا امك ولا نسيتي ودي حاجة تتنسي برضو لكن انتم اللي نسيتم ان انا بنتكم وضحتوا بيا تحت مسمى الطرو العداد وفجأة الباب اتفتح ودخل الجليلة بكل هيبة وصوت شيف زي السقر وبعدها لك عاد مش ناوية عجالي باجة يا بيت ابني واتحطي عجلك في راسك عاد واه واه انت لساكي ملبستش فستان العرس وفجأة راحت مقربة منها وجايبها من شعرها وهي بتقول لها لأ لأ وكتب الله مش حت تتعيلا لتحط راس كبير عيلة الجندي في الواح جسما بالله لأكون دفنكي متروح لو ما غيرتش خلاجاتك عاد همي بسرعة ام العريس تحت وريدة تشوفك جبر يلم العافش نورما بعيات حاضر سيبي شعري بقى هغير اهو وبتدت نورما تلبس فستان الفرح وزي ما يكون كفا بيتلف حوالين جسمها ولا كأنه فستان حلم كل بنت وليلة بقهرة على بنتها سامحيني يا نورما غصبة عني يا حبيبتي غصبة عني تلتفت لها نورما وهي مقطع نفسها من العيات وتقول لها النهاردة انتو ما تكتبوش هادة وفاتي يا أم مش مسمحاكم كلكم مش مسمحا أي حد غلط في حق وفجأة بابك فتح ودخلت أم العريس بكل هيبة وعلى وشها جبروت هانم ببتسمة متصنعة يا ماشالله يا ماشالله على عروسة ولدي صنيورة ماشالله عليها ليلى وهي بتحاول تغير ملامح وشها أهلا وسهلا اتفضلي شرفتي ونورتي منور بصحابه يا خيتي انت باجت بأم العروسة صح؟ أيوة صح وحضرتك أم العريس الحق جهانم يسمع من خشمك ربنة وحج إن شاء الله أستسمحك بس تسيبيني مع عروسة ولدي شوية حدايا كلمتين لازم ولا بد تسمعهم قبل ما تخش عروسة في الصرايا حدانة ليلى بصت لنورمة وهي بتفض عليها وماله يا اختي ما هي هتكون بنتكم برضو وحقك تعودي وترسيها على عواياتكم نورمة بصت لأمها نظرة كلها أهر ووجع وطلعت ليلة من القودة وفاجأة انقلب وش هانم لسواد هانم بعيونك في الصقر يا ترى هانم جاية تقولها إيه؟ والحد هنا استنونا الحلقة الجاية كل سنة وانتو طيبين ويا رب يجعل أيامكم كلها أعياد بحبكم قوي 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 لو عجبتكم الحكاية فرحوا قلبي بلايك وانزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد السلام عليكم